الأخباركو هي. تسموها كتب ratings مع طول. تعارشين طبعا يا جماعة. أخباري الكورونا هي ايه معك CIFF لأ مطمئنين تخرجوا كتير قعدين في البيت واخذين احتياطاتكن هو فيه اطمئنان لكن فيه حظر بالنسبة لنا يعني لا انا ما زالت برضه ايه مبروحش أماكن فيها تجمعات والحاجات دي ولما بروح عندي شور علاي faction لازم الكمامة دي شيء اساسي على فكرة كلان ولازم الكحول والحاجات دي طبعا دي أكيد والكمامة خط دفاع أول يعني لازم ننتبه لها جماعة من التهونش فيها دودو لا أنا ما بخرجش كتير خالص أنت عارفة أنا باجي الشغل وباروح البيت معظم الوقت ببقاعدة في البيت أو بسافر يعني باروح بحر مكان هادية ما كان هادية خالص ما فياش بريق أدمين كتير والكمامة طبعاً والكحول في كل حتة في الشنطة وفي العربية وفي كل حتة وفي جيبي وفي كل حتة بصوا يا جماعة إحنا العالم قبل الكورونا غير العالم بعد الكورونا تماماً في حاجات كتيرة يعني حتى في السلام وفي الأحضان وفي تفاصيل كتيرة في حياتنا واحدة من الحاجات اللي اتغيرت بعد الكورونا هي كمان الشغل عن بعد أو الشغل من البيت أو أنه حالة عدم حالة الالتزام والحضور والانصراف والمواعيد اللي كانت موجودة في كل الأشغال على اختلافها ما بقتش موجودة كمان دلوقتي بعد الكورونا لأنه إحنا تعلمنا إزاي نشتغل وإحنا في البيت وتعلمنا إزاي نشتغل بالزوم وبالترق التواصل التكنولوجية إزاي نعمل الاجتماعات إزاي نعمل البرزنتيشن إزاي نعمل حاجات كتير جداً صح من غير ما نروح للمكتب بس هل يا ترى الوضع ده وضع مريح للناس اللي فعلاً بيشتغلوا من البيت يا هل ده وضع مريح للستات مثلاً يعني البعض يقولك إيه إنه الست كانت بتشم نفسها لما الراجل ينزل يروح الشغل تاخد شوية إيه مي تايم صح وتنزل تروح كوافر تاخد راحيتها في البيت شويتين تنم ساعتين تعمل بدوافرها تتفرج على فيلم عجبها تكلم حد من الجيران أو تكلم صاحبه يشربوا مع بعض قهوة سواء بررها البيت أو تيجي لها البيت قهوة كده ويه بنمبسط فيه لكن لما الراجل بعد الكورونا وبالمناسبة كمان كتير من الشركات الكبيرة شركات كبيرة العالمية والإنترناشنال شافوا إنه فكرة الشغل عن بعد أو الشغل من البيت أو عدم الالتزام بالحضور لمكتب أو للشركة الأم يمكن يتم تعممها أو يمكن يتم تطبيقها لأنه شايفين إنه بيحصل إنه بيوفر زحمة شوارع المكاتب نفسها ما بتبقاش مستخدمة بنفس الطريقة اللي هي وفيها استهلاك الكهرباء والميا والشاي والقهوة والتفاصيل الكتيرة دي فده بيوفر على الشركات وبيوفر كبان على الناس اللي نزلوا وصرفوا فلوس في المواصلات وبيلبسوا بيضيع انتاجياً وفرة أكتر فده يعمل انتاجية أكبر ويوفر على أصحاب الشركات ويوفر كبان زحمة في الشوارع ففيه اتجاه إنه ده يكمل في الشركات الكبيرة لو كمل يا حبيبي الستات هيعملوا إيه؟ هو ده السواء بصي هو في الفترة ميزة أو العيدة؟ هو في الأول كان ميزة إنه إحنا نقعد في الأول نشتغل على النت ونبعث شغلنا وحاجات كده كان ميزة بالنسبة لنا لكن مع الرجالة بعد كده لأنه هو الراجل متعود إنه هو لازم ينزل الشغل لازم يروح الشغل فبقيت فيه حالة زهر عند الراجل أنا ما بكلمش عن أيه إعلقته بزوجته في البيت نفسياً هو نفسياً هو إيه؟ حتى الدراسات قالتلي كده هو في البداية كان مبسوط بعد كده بعد كده بقى فيه ملل بقى فيه اكتئاب بقى فيه تحس إنه ما بقاش فيه سعادة في البيت وده أثر بالسلب على علاقته بأسرته يعني فكرة أنه يلبس ويربط الكربطة ونازل وعنده معاه طبعاً ومنزل دباتي ورايح وعنده كنعم على مدير وهو المدير ده عامل حالة كده وتغيير الراجل خد بالك يعني الراجل يشوف الشارع ويشوف الناس كلمة أنا نازل عند شغل الجملة دي ما بقيتش مش هتبقى تتقال كتير زي ما أنت قلت شيري في أماكن كتير أول مش هتتقال طبعاً في الأول أنت بتقول في الأول يلزموك برضو بساعة معينة يعني أنت لازم تبقى موجود في الاجتماع الساعة 9 فأنت هتصحق كتير سبعة وتاخد شور وتفتح اللابتوب بتاعك ابني مثلاً في المدرسة أنا المدرس كده لازم يبقى لابس اليونيفورم لازم يبقى لابس المدرسوم الفوق ممكن مش لازم اليونيفورم أنا بقى بناتي كده هدي تقعدين بالبتاع والنص البجامع البجامع لا يعني أنا مثلاً المدرسة تقول لهم أنا ممنوعة أشوف السرير يعني حطوا لي خلفية حطوا لي أي حاجة حطوا دباديب عربوا لشاشة بس ما شفش السرير وما شفش صندوطش في إيديكو وما شفش كوباية الشاي بلا ما شفش الحاجات دي خالص أنت ملتزم فده برضو التزام أنا بتقول إنه في الأول الرجالة كانوا مبسوطين وبعدين حصلت حالة ايه اقتئاب كده وملال بس ده لما كنا قاعدين في البيت ما نقدرش حتى منزل من البيت سمعاني يا دودو لكن إحنا في الوقت ممكن نعمل الاجتماع من كافي من مطعم لطيف بالعكس أنا شايف طيب أنا شايف أن الراجل يعني إذا دي مشكلة أساسية عند الراجل وعند الست لأن الستات زي ما الراجل بدأ يزهق من قعدة البيت والشغل في البيت والست بدأت تزهق من قعدته معها في البيت والشغل في البيت هو ممكن ياخد بعضه وينزل يقعد مرة أو مرتين في الأسبوع في مكان هادي يقدر يعمل منه شغله لو ما فيهوش اجتماعات لكن ساعات على فكرة تبقي فتح الزوم أو فتح أي أبليكيشن وعندك اجتماع مع عدد من الأشخاص ومديرك وكأنكوا قاعدين في قط الاجتماعات في المكتب ساعاتها لازم تكوني قاعدة في حتة مأفولة وهدية لكن جزء كبير من شغل في الجالة ممكن يعملوه أونلاين وهم قاعدين في مكان عام أنا أعرف قابل يعني أصحابي قوي هو بيخش ويقفل عليه باب القوضة لمدة 4-5-6 ساعات بتوع الشهر وعنده قوضة الحمام بيشتغل وكأنه في المكتب هو موجود هو الصبح مش موجود تسألها على جزء هو بيشتغل وكأنه فعلا فعلا لما أروح لها هو فين رجل ملتز بيشتغل والصوت مش تازم يعلى في البيت لأنه هو على طول أونلاين الله يعني وهو رجل ملتز طب إيه ده ده بحلو النموذج ده فهي عن دبق كل اليوم تعمل في اللي هي كأنه هو مش موجود في البيت هو ملتزم دي هو عارف علشان هو ملتزم دي تمام هي هي كمان حاسة بالبرح لأنه هو ملتزم هي حاسة بالبرح بقى ليه ماشي بس بتقولك ما يبقاش فيه صوت عالي ماشي طبعا التزام هي اللي تسيطر بقى مش هنأسيب الشوك اللي بتاعي واطلع أقول لهم واتصوتكم لا طبعا ده مهم جدا طبعا إن هي تدير ده طبعا ده شيء عظيم بس بيقولك بقى عالميا بيقولك إيه بيقولك إنه فيه شغلانات كتير لا بيقولك يعني عشان عزيزتي المرأة لو أنت جوزك متشتغل شغلانة من الشغلانات دي تبقي عارفة إيه أولا بيقولك إن الشركات الكبرى فيه فيه شغلانات كتير قوي أو بوست مرايكز كتير قوي قوي في الشركات دي مش هتبقى مضطرة ولا محتاجة تيجي الشغل كل يوم خالص يمكن تروح حتى بعد ما زمن الكورونا ده يخلص تروح مرة في الأسبوع بس تعمل إيه أبديت وكاتش اف وكده عشان تراجع الأسبوع حصل فيه من الشغلانات دي قطاعات الإي تي والبرمجة وبرمجة السوفتوير والمرمجة عموما التصميم الديزاينرز حي مش محتاجين إن أنا عشان أعود أعمل ديزاين لحاجة أو لمنتج ما جننن عمله في الشركة ما أنا ممكن عمله في البيت صح أوكي بعض القطاعات الهندسية وبعض بعض قطاعات الحسابات في الشركات كتير لأن انت مش محتاج المحاسب يبقى أحد طوله النهار والليل في الشركة ما كل حاجة بقت أونلاين وكل الفواتير وكل الحسابات بقت أونلاين فدي قطاعات كتير استعادي وبعض المهن المرتبطة بصناعة الإعلام والطرفيه وشركات السياح والأعمال الإدارية في الشركات القطاعات دي كتير منها مش يحتاجه يجو الشغل كل يوم أيوة أنا بقى لو جوزي بيعمل في القطاعات دي وشركته قالت له انت هتريح كده هتشتغل لنا من البيت من البيت وقدلنا مرة في الأسبوع هتيجي بقى مرة في الأسبوع شفتين في الأسبوع يعني هتترتب انت وزميلك هتشفته مع بعض انت فاكرة هشير قعد في البيت ها هاقول لك فاكرة قوضة الصفرة اللي احنا كنا منوعا نتاريق عليها ان تقريبا ما بتتفتحش إلا لو فيه ضيوف جايين احنا ممكن اعتقد ان احنا هنستحدث قوضة مكتب في البيت اه ان ده المكتب بتاع الشغل وقد يكون مازوجة ممكن تبقى مش بالضرورة قاعدة في البيت على طوال تبقى بتشتغل وهيبقى شغلها هو كمان أونلاين فيقوموا القوضة بتاعة الشغل دي او قوضة المكتب دي هيبقوا للتنين فلازم نكيف نفسنا بتاني ان قوضة المكتب هترجع تاني يعني فاكرين قوضة المكتب بتاع الزمان اللي كان دايما بتدي كورن حلوة على فكرة لانه هيبقى أونلاين هيبقى متشاف دايما الراجل في مكتبه بيقرأ في مكتبه بيعمل تليفون في مكتبه قاعد مع نفسه بيعمل حاجة فبتاني قوضة المكتب دي هترجع هنحييها تاني في جوية كتير لو حياس تمرت مستوى معرفتنا ببعض يعني الست سبع ساعات اللي بيغيبهم او هي بتغيبهم بيدوا فرصة انه تجديد كده نوعا ان الحياة تجدد ان هي تشوف ناس فتيجي تحكي عنهم ان هو يشوف ناس فايجي يحكي عنهم ان هي تتطلع برضو صح شكلا وباخر على العالم برا اي نعم انه لفترة قاعدت الناس في الكورونا خلت الناس تعرف بعض اكتر تتواصل مع بعض في بعض الاحيان اشتركوا في القناة